هنا تتعظم الأفراح بين الشباب العراق وهي صورة للذكرى تحمل في تفاصيل ألوانها نسيج العالم العراقي الذي يجمع ولا يفرق باستقبال وجبة جديدة من الجرح العائدين من رحلة العلاج وبضغطة سيلفي من موبايله الخاص يكون الكاظمي أول رئيس وزراء يجمع الشباب حوله كما سبق له أن شاركهم تظاهراتهم مستمعا للمطالب والأمنيات ثوابت راسخة يؤكد الكاظم التزام الحكومة بمعالجة الجرحة من المتظاهرين والقوى الأمنية والحشد الشعبي والعشائري تأكيد على أن الشباب العراق هم الذين يضحون من أجله حقوق الجرحة لن تذهب سدى الملاحقة القانونية من أجل قصاص عادل خرج المتظاهرون لأجل انتخابات مبكرة وإصلاح ومحاربة للفساد يستقبلهم رئيس الوزراء اليوم برد مبشر أن المطالب صارت أقرب إلى المنال بناء العراق عزم وإرادة ومع ما يعصفه بالبلاد من إشعال لحرائق الفساد والتنافس الذي يخدم الأهواء بعيدا عن خدمة العراق فإن الكاظمي يعلن بصريح العبارة أن الحكومة ماضية قدما في مشوارها رغم كل الظروف الصعبة لتبذل قصار الجهد في معالجة أخطاء الماضي أما ضحايا تظاهرات الشهداء فهم مشملون بقانون مؤسسة الشهداء ما يلزم متابعة الجرحة وإرسالهم للعلاج إذا اقتضى الأمر ما يعزز نهج الحكومة في محاسبة القتل بإشراف مباشر من لجنة تضم قضاة وقانونيين تواصل عملها في متابعة ملف الجرحة وهي رسالة للجيل أن الشارع حق والحرية حق وتلبية المطالب حق وهو ما تثبته الحكومة بلسان رئيسها بما يتحقق بتمهيد طريق التشريع والنزاهة التي يتعطش لها العراقيون اشتركوا في القناة